لا هو من ناحية فيه مأزق فيه مأزق لأنه عادة الأطراف لما بتتفاوض بعد كل جولة من جولات المفاوضات بتطلع بيانات قريبة من بعضها يعني يقول احنا اختلفنا حولي الجزئية دي مش كذا لكن اللي حصل لما قريد بيان الخارجية المصرية لا يعني هو برد على نقاط من الجانب الأسيوبي غير دقيقة بالمرة يعني الجانب الأسيوبي تعمد أنه يطلع بيانات غير حقيقية ولا يعبر عن مدار في المفاوضات بجد يعني مثلا مصر بتتلم على حسب التدفق في مسائلة مليو السادس ما بين 6 سنين لـ 7 سنين حسب التدفق وممكن يبقى أقل أو أكتر هو يقول لك مصر طلبت من 12 إلى 20 سنة فهنا بيستفز الرأي العام الأسيوبي بيقوله أن الموقف المصري متعنت إذن هناك تعمد من أسيوبيا في أنها تعمل ديفيميشن أو تشويه للموقف المصري اتنين عمر المفاوضات ما فيها حسنينية يعني مفاوضات دايما باخد احتياطاتي وعندي الكروت وعندي الأوراق أنا أتصور يمكن أنا من فترة كنت متحاسب لها هذه المسألة عشان كده ربما طرحت فكرة من حوالي سنة ونص أنه طب ما تجبونا الاتفاقية البرلمان مش لما بيه فيه اتفاقية بتوقع عشان تبقى صالحة لازم البرلمان يوافق عليها وتمجبوها لنا البرلمان والنقاشها ولو ما عجبتناش نرفضها وبالتالي تسقط يعني أقصد أقول كان فيه أوراق كتيرة في إيدينا سؤال حضرتك الإجابة المباشرة عليه لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية حل هذه الإشكالية ستتمكن من حلها طب هي تريد ولا لا تريد؟ لا تريد لكن هل نقدر ندفع التمن ولا لا؟ هو دي السؤال